السلام عليكم معكم دري أحماتيك اليوم لدينا طريقة ربح جديدة على باينونس يعني اكتشفتها فقط البارحة أحببت أن أشاركها معكم للأشخاص المهتمين أول شيء نقوم بالدخول على حسابنا على باينونس بطبيعة الحال لدينا طريقتين للأصول إلى الميغا دروب على منصة باينونس سواء من خلال التوجه إلى هنا والبحث عنها أو بكتابة هنا ميغا بهذا الشكل سوف تظهر معنا هكذا نقوم بتحويل اللوحة المفاتيح ونقوم بكتابة ميغا ميغا هكذا سوف يظهر معنا ميغا دروب نقوم بالدخل إليه بهذا الشكل وبعدها سوف نجد المشاريع التي تم إدراجها حاليا هنا يعني هذا المشروع شغال حاليا هذا المشروع شغال سوف نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل حتى نقوم بالاشتراك به بالنسبة إلى هذا المشروع أو هذه الطريقة أنت تقوم بقفل عملة البي ام بي يعني تقوم بالمشاركة من خلال عملة البي ام بي فقط سوف يتم حجزها لمدة 30 يوم أو 60 يوم أو 90 أو 120 يوم لا يمكنك سحبها بالنسبة للطريقة الثانية من خلال إكمال المهم أنا حاليا سوف أقوم بالاشتراك من خلال حجزها كذا نقوم بالضغط على اكتتاب وبعدها تقوم باختيار التوقيت أو النسبة من هنا كما ترون بالنسبة إلى أقل شيء أو مارن هنا مارن يمكننا سحبها في أي وقت هنا 15 يوم و 30 يوم أنت اختر المدة التي تريد أنا سوف أقوم باختيار 30 يوم كما ترون كلما زادت الأيام زادت نسبة الأرباح بعدها تقوم بالضغط هنا على أو تقوم بكتابة الكمية التي تريد تخزينها وتقوم بالموافقة على الشروط وتقوم بالضغط على تأكيد بهذا الشكل الحد الأقصى وافق على الشروط وأقوم بالضغط على التالي بهذا الشكل نقوم بتأكيد هذه الأشياء يعني هذه القوانين بمجرد تمكين الاكتتاب التلقائي سيتم إعادة الاكتتاب في نفس المنتج تلقائيا بنفس المدة السابقة وسيبدأ في استحقاق الفائد إذا كان إجمالي الحصص للمنتج غير كافية فقد يفشل الاكتتاب التلقائي وسيتم رد المبلغ تلقائيا إلى محفظتك الفورية إذا كان منتجك المكتتب به سيؤدي إلى خفض الحصة خفض الحصة الشخصية الإجمالية أو حصة المنتج سيتم تخفيض حصة الاكتتاب المتاح لك وفقا لذلك سيتم رد المبلغ الذي لم يتم الاكتتاب به إلى محفظتك الفورية تلقائيا نقوم بالضغط على تأكيد مباشرة بهذا الشكل ونحن قد قمنا بالمشاركة في الاكتتاب بنجاح نقوم بالعودة بهذا الشكل كما ترون قمنا بحجز عملة يمكننا أيضا المشاركة من خلال إكمال المهامين هنا لكن صراحة أنا لا أقوم بها بهذه الطريقة نقوم قد قمنا بالمشاركة في هذا الايرو دروب أو الميغا دروب سوف تجدنا بقي التفاصيل المتعلقة بمنصة بينس أسبل صندوق الوصف نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم